لكن بنطلع بقى من منطقة الصدق بكل ما فيها إلى الحواديد بقى التسريبات الخطيرة اللي ظهرت النهاردة ولما بقول لكم ظهرت النهاردة خليكم فاكرين كل اللي كان بيتقال على النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي بيتساعد والدولة بتساند النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتعمل له ايه وبيتعمل له ايه وبيتعمل له ايه كل ده كان بيتقال ولا زال بيتقال بس ربنا بيستنطق أصحاب الشأن نفسهم في لحظات مهمة جدا كما لو كانت دي نفحة رمضانية أستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية اللي أدرت الاتحاد الكرة قبل اللجنة السلسية لا أحمد مجاهد ما تيجي عبر التواصل الاجتماعي كلاب هاوس قال تصريحات في منتهى الخطورة والأهمية والوضوح والصراحة وأي حاجة عايز انتوا قلوها وماليش دعوه بالتفسير بتاعها لما يتلقصه هو الراجل عايز يدخل انتخابات نادي الزمالك اللي جاية فبيبين أمراته وعلاماته وهو خدم الزمالك الدين هو ده السبب لكن فيه أمرات طيب إذا كم ده المبرر إنت عملت إيه والنادي الآلة عمله إيه بقى عشان الإخوة المصاممين على الزج بالنادي الآلة في كل جملة يعرفوا اللي اللي تتكلم ده في كل الأحوال رئيس التحادت الكرة عن نادي الزمالك كلام خطير جدا في تسريبات صوتية ماليا السوشيال ميديا النهاردة من الظهر لكن أخطر ما فيها أو أهم ما فيها إن الأستاذ عمر الجنيني يقول نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي أنا سجلتله اللعيبة من غير ما يدفع فلوس كل الأندية اللي طلبت كد لعيبة ألزمناهم بسداد الفلوس وسددوا اللي عليهم نادي الزمالك مكانش عنده فلوس ومنهم نادي الآلة أكبره أكبره ويدفع كذا ورما كذا وقال لك أكبرنا الآلة وأكبرنا كل الفرقة تدفع طب وعند الزمالك قال لك لا ده أنا يطقطع لساني حتى الرجل بالعفوية بتاعته دي ده أنا جبت قبل مجرس الزمالك قال لك كلمت مسؤول الزمالك وقلت لهم فيه فكرة تخلينا نقدر نسجل لكم اللعيبة من غير ما تدفع فلوس طب إيه هي قال لهم أنتوا ليكم فلوس هتيجي من الاتحاد الأفريقي ذاتها يوم فيه يوم من الأيام هتجيلكوا فلوس من الاتحاد الأفريقي قالوا له آه قالوا خلاص ادونا تفويض أن احنا ناخد الفلوس مستحقات الزمالك وقت ما تيجي الاتحاد الكرة خاصة من المديونية اللي هنسددها عليكم دلوقت قالوا له هو ينفع قال له ما طبعا ينفع بسرعة راحوا باية آه طبعا الوراء ووراء أنا والدفاتر دفاتر هد بسرعة راح رايح الزمالك أوفد مندوب عنه وعمل له تفويض رسمي من مجلس الإدارة أنه يحق له التوقيع على ضمانة التنازل عن حقوق الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي إذا جت وإذا كان في حقول أنه الزمالك ممكن ما يكملش في أفريقيا في الفلوس تنقص لكن هي مستحقات محتملة أو مؤكدة أيا كان لكن في النهاية تسهيلة الأستاذ عمر الجنيه بقول لك ما دتهاش لأي حد إلا للزمالك مش بس كده أيوة مش بس كده قال لك ده أنا كلمت أمير مرتضى وقلت له بقول لك إيه ما تضغط بحتة هو الأهل ليه ما بيروحش الإسماعيلية ما تتكلم على لا لا قبل ما تلمش دي أنا كنت فاكرك حتقول أن الفلوس دي الزمالك راح خضم المنبع من الاتحاد الأفريقي ما راحش الاتحاد من نفسه يعني إذن هي ورقة ورقة شكلية غطى بيها الموقف لا أصل ليه بقول لك دي لأن دي بتفكرني ارجع بقى قبل اللجنة الخماسية لما الزمالك كان عليه غرامة 300 ألف دولار من الفيفا موقعة لصالح أحد اللاعبين ودفعها للمهندس هان يا بوريدة من مستحقات الزمالك أيضا وجه التفتيش المالي قال له أنت ما حصلتش المبالغ دي 300 ألف دولار فين تكافؤ الفرص فين حقوق الأندية زي النهاردة ما بيحصل كده الشركة ومستحقاتها والوزير بيعمل ايه هنا وبيعمل ايه هنا قال للأستاذ عمر الجناني أنا ما كان في حاجة تخص لدي الزمالك اللي كنت بكلمهم واكلم مرتضى منصور واكلم أمير مرتضى واقول لهم اعملوا ايه اضغطوا بالحتة دي قولوا شمعنا الآلف الجزئية دي عشان نقدر نعملها لكم بصوا الكلام ويطلع في النهاية يطلع مرتضى منصور يهاجم عمر الجناني وتسمعوا البؤين اللي كنتم تسمعوهم اللي دا تغطية الحقيقة تحت السطح قصة تانية خالص الراجل بيتكلم عنها بنفسه وعن جليل خدماته اللي قدمها لنادي الزمالك والمجلس إدارة مرتضى منصور هو لما رئيس الاتحاد يطلع قولك والأهل شوف شوف بيعمل ايه وبيعترف وبيورط الأجهزة معاه انه يقولك هو الأهل ليه ما يعني هو رأيه هو ليه ما الأهل ما يلعبش في الإسماعيلي زي الزمالك طب وليه الإسماعيلي ما بيلعبش مع الأهل في القاهرة مع الأهل في القاهرة زي ما بيلعب مع زمالك في القاهرة هو أنت مش ريسي التحاد إتا ليه ما بتقولش الحقيقة كاملة هنا بقولك بقى لما يبقى المسؤول صانع فتنة ايه إزاي انت كمسؤول يقترف بقى لك أنك تروج لهذا الأمر يا جماعة أقسم بالله هذا الحديث ينبغي أن يفتح فيه تحقيق رسمي ده ما كانش راجل بيمسل نفسه ده كان راجل بيقولك أنا عملته 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 عملت وحتى يعني ما احترمش إنه لما يكون فيه موقف أمني إنه روجه بحقيقته فيطلع ويقول لي زمالك اطعم فيه يعني كويس إن الناس موجودة وشايفة إنه رئيس اتحاد الكورة في آخر مرتين الأهل فاز بيهم بالدوري كانوا الوصيز عمر الجنيدي اللي بيتكلموا على جدارة التتويج ونقاء بطولات النادي الأهلي قلتلكم 95% من مرات فوز النادي الأهلي بالدوري كان بيدير اتحاد الكورة ناس في درجة الانتماء للزمالك فيهم ناس كتيرة كانت رئيس اتحاد الكورة ورئيس نادي الزمالك فؤان واحد زي حضر باشا قبل الثورة لأن القدراتك ودهي قبل كده فطاح النادي الزمالك ورموز حلم الزمورة نور الدالي لا بوصولها الأمور تزيد عن كده كابت اللطيف تزيد متقلش ده اللي حصل ده اللي حصل لكن نفضل نجذب زي ما المونس عادلي قال ونفضل نروج لإشاعات وكلام ونبقى عارفين أنه غلط خطئ جدا وكذب جدا ضد النادي الأهلي لكن أنا اللي قلت الأمير فيوصل بقى قول كذا أنا اللي قلت الأمير قول كذا تضغط بدي اتكلم بدي طب انتم متخيلين أنه الكلام ده حتى لما يتردد ينتقل العدوى عربيا بقى ما هو لازم ما هو أنت طالما أن ثقافتك نبعى من أنك أنت يعني تغازل السوشال ميديا فأنت هتمشي مع المنطق ده قول المسألة اللي أنت عايشت ألاء النهاردة فيديو للأمير عبدالله بن مساعد ده الراجل مالك نادي شيفل دي نايتد الإنجليزي وبيتكلم لقناة روتانا خالجية لكن الأهل المصري يجي في جملة مفيدة تستوجب التوضيح لأنه واضح أن ده من تداعيات ومن أسار اللغة اللي بيطلع من هنا والبضاعة الفاسدة اللي بتتصدر وبيتتروق ضد النادي الأهلي هنشوف هذا الفيديو ونعلق نظر حين دوري المصري أنا مثلا أرتابع دوري المصري من زمانة من حوالي ثلاثين سنة وهذا أبلغ مثالي بيّن اللي ما نبغى نوصله في السعودية أنا أشجع الزمالك للأسف يعني يعني زي نشجعون بعض الألدي الثاني في السعودية بدون ما ندقى الألدي السعودية الثانية تجعل زمالك أعاني من سنوات لما كنا صغار كان مثلا دوري المصري في الأهلي الزمالك الترسانة الإسماعيلي الاتحاد الأولمبي وكان كل الألدي عندها لعبين كبار يعني مثلا الترسانة كان عنده مصطف الرياض والشاذلي الشاذلي الاتحاد كان عنده محسم الجارم أبو جريشة كان في إسماعيلي كانت الألدي دي كلها تنافس لما بعد لما بدت الفلوس كلها تروح للأهلي نقطة تحول لما صار وقوات الأهرام تعطي الأهلي دعاية مثلا مئة مليون تعطي الزمالك ثلاثين مليون بدأ حتى الفرق بين الأهلي والزمالك يزيد وبدأت الألدي الثانية ما يصير لها دخل لماذا الحكومة الآن سوت فرق كثيرة كل الفرق الآن التي تنافس هي فرق الحكومية يعني جيش ولا تصنيع حربي يعني انتهت الألدي اللي كانت نافس من زمان فيطلع عندك الدوري في مصر كل سنة تشوفها حتى تعرف أن الأهلي يفوس جزء منها أن إدارة الأهلي دائما ممتازة أنا حاخد جملة واحدة أناقشها ليه لأن اسمهه رئيسنا دي شيء في المالك بتاعهم المالك بتاعهم حسأله سؤال واحد هو بقول الأهراب هو بيعمل للنادي الأهلي لكن لا يتحدث بلغة آآ 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 الاحتراف والقيمة التسويقية بتاع كل نادي حسأله شيفلد يونيتد في الاتحاد الإنجليزي زيه زي المان يونيتد زي ليفر بول زي تشيلسي زي تشيلسي زي المان سيتي ولا الاهرام بترعى حد من دول اهرام من انجلترا بتاديهم مجتب يعني اه بيسموه ايه التايمز بقى ولا ايه اسمه ايه ولا كل الصعوبة البريطانية انا ما عرفش انا ما عرفش مثلا يا عمي يا استادي معليك انت رجل في قيمة الاحتراف انت تملك نادي وتعلم حاجة اسمها القيمة التسويقية طب نروح لابعد من هذا الاهرام وحش الاهرام بيتحيز للاهل الاهرام وكانه كان يخسر عشان بيكاسب الاهل وقلنا قبل كده المحاولات التي جرت للانسلاح من الاهرام ده مالك لما ساب الاهرام ما عرفش يعمل حاجة لا انا هقول له صلة اللي بقى كسبة الاهرام في البيدنج اللي خادت الرعاية من الاهرام صلة سعودية صلة السعودية اللي هي طبعا لها تجارب في السعودية هي شركة السعودية في الاصل هي خدت الاهلي ليه ودفعت للاهلي وما دفعتش اللي زمالك ليه واصحابها مش اهلوية ومش في الاهرام ومش إلا إذا كان بقى دي فرع الاهرام في السعودية طيب ولما اعتدرت صلة وجاءت شركة بريزنتيشن خدتها من الاهرام برضو واخد بالك يعني كل الناس كانت شاف الاهرام بياخد كحكة مش بيعمل مجاملة للاهلي فكلهم كانوا حرسين يخدوها منه واخدوها منه فده كلام مالوش علاقة بالاحتراف ده كلام ان احنا بناخد الزريعة من تحت ونحتضنها فوق وهنا الخطورة ان الثقافة بتاعتنا بدل ما تبقى تنورية من القمة إلى القعبة نحنا نقود الناس إلى الحقيقة نقود الناس إلى الصح والغلط نقود إلى الاحتراف والمصطلحات السليمة في كرة القدم والقيمة التسوقية وازاي نعلي قيمة التسوقية بدأ ما نعليها في الأندية لا نقود نقول ان ده بيجامل وده ما بتجميلش انت عندك الحقيقة ده كلام فعلا في الصميم لكن خلينا نقول الدليل المنطقي والعملي والحقيقي لانه انت بتتكلم في راجل الامير عبدالله بن مساعد مالك نادي شفب حد له تأثير ولو وجود في الحركة الرياضية سواء السعودية او حتى كمستثمر في الدوري الانجليزي هو النادي الاهلي لما الاهرام كان بيديله هذه الاموال كانت هبة ولا منحة ما لا يعلمه سموه ربما الكثيرين الكثيرون انه وقت ما كانت كابتن حسن حمدي مدير وكالة الاهرام للاعلام بما يفهم انه ممكن يجامل النادي الاهلي كان الاساس مرسع طالله رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام رئيس كابتن حسن حمدي رئيس كابتن حسن وادارة الاعلام ايه اللي حصل بقولكو التوب رئيس نادي الزمالك في الاهرام وكان الاهلي بياخد هذا الرقم لانه ده حجم السوق ومش حجم السوق من فراغ ولا اخناقة هذكر برضو سيادته وكل الناس المعنية بالمسألة هي شركة صلة اللي المهندس عادلة اشار اليها لما جات حبت تعمل استثمارات في الدور المصري واختارت انها تتعامل مع النادي الاهلي وقدمت عرضها للنادي الاهلي جابت ثلاث شركات اجنبية مختصة في قياسات الرأي العام يا اسموه الامير كانت النتيجة اللي ابسوس قالت هالهم مع ثلاث شركات اخرى لصلة انه مصر السوق الرياضي بتاعها فيها خمسين مليون مهتم بكرة القدم الخمسين مليون فيهم اربعين مليون اهلاوي ده رقم ورقم معتمد زي ما هو رقم من مركز بصيرة لقياسات الرأي العام وده احد المركز المعتمدة من مجلس الوزراء المصري يقول ان 72% من المصريين اهلوية يعني لا الاهرام بيدفع للنادي الاهل هبة ولا منحة ما يقدرش ولا الصلة لما دفعت ولا بريزنتيشن لما بتدفع لا دول مش مشجعين دول مش مشجعين دول مستثمرين مفيش مستثمر عادي يختار في كل مرة الاهرام ولذلك الاهرام لحد النهاردة مفتقد رعاية النادي الاهل لانه يكون بيرمح يعني بيدفع ميت مليون بياخدوا ميتين الجنيه كان بياخدوا اتنين على طول ده كان الامر الواضح جدا في خصوص هذا الفيديو وهو حقيقة القيم التسويقية للنادي الاهل واللي المؤكد ان الامير عبدالله بن مساعد يعلم انه الهلال في السعودية والاتحاد جده في السعودية قيمهم متسويقية اكيد مش بنفس قيمة الفرحة السوغيرة التجربة من دلتيرا يعني هي دي قيم السوء وهي دي الحقيقة ترجمة نانسي قنقر